السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء النهاردة إن شاء الله سنتحدث عن طريقة تحويل الأرقام من عربي الإنجليزي سواء في برنامج وورد أو إكسل أو أي برنامج من برامج مجموعة الأوفيس يلا بينا نبدأ على بركة الله نشرح إن شاء الله طريقة تحويل الأرقام سواء على الموبايل أو حتى على الكمبيوتر نبدأ كده بالموبايل أنا هنا منزل برنامج إكسل على الموبايل هبدأ أفتح تطبيق إكسل هنشئ ملف جديد وطبعا ده عن طريق اللي أنا هضغط من فوق على علامة الزائد أو نيو وبعد كده باختار بلانك ووركوبوك يعني ورقة عمل فاضية هضغط عليها هدوس في أي خلية عشان أبتدي أكتب الرقم اللي أنا عايزه بعدها بضغط جوه شريط الصيغة اللي هو أوله إف إكس ده هضغط جوه واكتب أي رقم مثلا 45 هنا الرقم مكتوب بالعربي عايز أحاوله إنجليزي تعال نشوف مع بعض الخطوات الخطوة اللي بعد كده هضغط في أي خلية جنبها وارجع هضغط على الخلية اللي فيها الرقم واجه هضغط على السهم ده واضغط على التبويبات واتأكد إن أنا مختار تبويب هوم أو الرئيسية هنزل لغاية موصل لحاجة اسمها number format أو تنسية الأرقام بالعربي لو ضغطت على السهم الخاص بيها هيجيب لي هنا أنواع تنسيئات الأرقام هختار منها النوع number فعلا بمجرد ما ضغطت على النوع number حول الأرقام إلى إنجليزي تعال نشوف مع بعض إزاي قدر أحول الأرقام من عرب الإنجليزي على الكمبيوتر أول حاجة هروح هدوس على قيمة file بعدها هضغط على options أو الخيارات بعدها باختار advanced أو خيارات متقدمة هنزل على الجزء اللي هو document content يعني اظهر محتوى المستند هنلاقي هنا فيها يسمها numberall يعني الأرقام أو نظام الأرقام لو ضغطت على السهم ده سيظهر لي كذا اختيار تعال نشوف هذه الاختيارات مع بعض وكل اختيار معنا أول اختيار معنا اللي هو Arabic وهنا هذا الاربيك ده هيعرض للأرقام بالإنجليزي إزاي واحد يقول لي عربي ويعرض للأرقام بالإنجليزي لو رجعنا كده للأصل أن الأرقام one two three ده الأرقام اللي بالعربي فلو حضرتك اخترت عربيك هيكتب للأرقام بالشكل ده one two three أما india أو hindi ده يعرض للأرقام بالشكل الهندي والشكل الهندي اللي هي الأرقام العربي بتاعتنا اللي هي واحد اتنين ثلاثة ده الأرقام العربي لو انا عايز أكتب الأرقام بالعربي يختار india أما context ده يعرض الأرقام حسب اللغة اللي أنا بكتب بها أو حسب اتجاه النصي يعني ايه؟ لو انا بكتب عربي هكتب معي عربي اللي هي واحد اتنين ثلاثة لو انا غيرت اللغة بلغة الكمبيوتر يعني لو الكمبيوتر الويندوز بالانجليزي فهيكتب أرقام بالانجليزي فانا دلوقت لو عايز اكتب أرقام واحد اتنين ثلاثة اربعة اللي هي العربي هاختار india أما لو عايز اكتب أرقام انجليزي هاختار arabic وبكده نكون عرفنا طريق التغيير الأرقام من عرب بالانجليزي والعجز في برامج office سواء أوردة أو اكسل بشكركم من حسن المتابعة كان معكم محمد أحمد حنفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة